اشتركوا في القناة الثروة 3.5 مليون دولار اسس غايلان بليدسو شركة بليدسو تيكنولوجيز وهو في الثالث عشر من العمر وصار مليونيرا بعد سنتين من تأسيسه الشركة شركته متخصصة بمجال تقنية المعلومات والتصميم وبلغ عدد موظفيها مئة خلال سنتين من اطلاقها في المرتبة التاسعة ويلو سميث الثروة 4 ملايين دولار هي ابنة الممثل الشهير ويلو سميث بدأت بجني الملايين مبكرا وذلك من خلال مشاركتها بعدة افلام وهي بعمر سبع سنوات قبل ان تتجه للغناء وهي في العاشرة من العمر في المرتبة الثامنة اخوها جايدان سميث الثروة 8 ملايين دولار ابن ويلو سميث هو الاخر بدأ مشواره الفني منذ الصغر شارك والده بطولة فيلم ذي بيرسوت أوف هابينيس حين كان في الثامنة وقبل بلوغه الخامسة عشر شارك في عدة افلام ناجحة منها النسخة الجديدة من ذكرة كيد بالاضافة لافتر ايرث الذي لم يحقق نجاحا كبيرا في المرتبة السابعة كلوي جرايس موريتز الثروة 12 مليون دولار كلوي مشهورة لمشاركتها في فيلم كيك آس بجزئيه الاول والثاني حيث لعبت دور الفتاة عصبية المزاج مسيرتها الفنية تتضمن العديد من الافلام احدثها فيلم The Equalizer من بطولة دانزل واشنطن ومع انها لا تنحدر من عائلة فنية الا انها شاركت في عدة افلام ناجحة ولقبت بالممثلة الاكثر شغالا في هوليود في المرتبة السادسة ابي جايل بريزلين الثروة 12 مليون دولار هي الاخرى ممثلة صغيرة موهوبة شاركت ابي جايل الممثلة المخضر ميل جيبسون بطولة فيلم ساينز وهي في السادسة من العمر ولاحقا رشحت لجائزة الاوسكار عن فئة افضل ممثلة مساعدة وهي في العاشرة وقبل ذلك شاركت في العديد من الافلام مثل زومبيلاند ورانجو وإندرس جيم في المرتبة الخامسة ناك ديالوزيو الثروة 30 مليون دولار ابتكر ناك تطبيق ساملي والذي يلخص مقالة الاخبار بمجازات بسيطة وسهلة القراءة اشترت شركة ياهو التطبيق منه مقابل 30 مليون دولار قبل أن يلتحق بالجامعة ويتخرج في المرتبة الرابعة دانيال هوب مارشال بيركهيد الثروة 59 مليون دولار والدتها أنا نيكل سارعت في المحاكم لسنوات للحصول على جزء من ثروة زوجها السابق المقدرة بمليار دولار والتي ذهب معظمها لابنه الأكبر خسرتها للدعوة القضائية أدت لتعاطيها المخدرات ووفاتها جراء جرعة زائدة دانيال ورثت كل ثروة والدتها البلغة 10 مليون دولار وحصلت على 49 مليون دولار إضافية عن دعوة كانت والدتها قد رفعتها قبل رحيلها في المرتبة الثالثة نوكس وفيفيان جولي بيت الثروة 67.5 مليون دولار التوأم نوكس وفيفيان هم ابناء الثنائي الشهير أنجلينا جولي وبراد بيت والذان تبنى ثلاثة أولاد آخرين لكن يشع أن التوأم سيحصل على الحصة المالية الأكبر في المستقبل والدهما حقق ثروتيهما من التمثيل ويعتقد أن لدى التوأمين ثروة كبيرة من الآن في المرتبة الثانية عيفن أرتشفالدو جوزمن مليار دولار تتسألون من هذا الشخص؟ إنه الإبن البكر لزعام مافيا المخدرات المكسيكي خواكين جوزمن الذي هرب مؤخرا من سجنه والذي تبلغ ثروته التي جناها من الأعمال غير المشروعة مليارات الدولارات سبق وحكم على والده بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية قضايا تتعلق بغسيل الأموال لكن لاحقا تم تعليق الحكم قبل هرب والده بفترة قصيرة نشر آيفن عدة تغريدات على موقع تويتر يشير فيها إلا أن والده سيعود ولا ندري كيف كانت ردة فعل الأبي تجاه تصرف ابنه الذي عرض حياته للخطر في المرتبة الأولى جورج أليكساندر الثروة أكثر من خمس مليارات دولار بعض الأولاد يريثون ثروات طائلة وسلطات نافذة عن والديهم والأمير جورج أليكساندر ابن الأمير ويليام والدوقة كايت ميدلثان هو مثال على ذلك إذ يملك الأمير الصغير عقارة في المملكة المتحدة تقدر قيمتها بأكثر من خمس مليارات دولار بالإضافة إلى مئات آلاف القطع الفنية وعائدات يتوقع أنها ستتضاعف في المستقبل إذا كنت تفكر أن تهدي لجورج أليكساندر هدية يوم عيد ميلاده فأية هدية ستفكر فيها يا ترى؟ لمحة ببساطة مشروع عربي نسعى من خلاله إلى إصراء المحتوى العربي على الانترنت والذي لا يتعدى 3% وذلك بمجموعة من المعلومات الثقافية والحقائق العالمية المختلفة لإنعاش الرصيد المعرفي والثقافي لدى المثقف العربي وهدفنا الرئيسي هو أن تصبح لمحة منبع الثقافة والمعرفة لكل رواد الانترنت اكتشف ما لم تكن تعلم عبر قناتنا في اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟ تريدون لبحار في عالم من المعرفة والثقافة؟ سبيلكم الوحي مجلة الوثائقيات انضموا إلينا عبر صفحتنا على الفيسبوك مجلة الوثائقيات في كل لحظة جديد